اشتركوا في القناة اعلانا من هذا القبيل في احدى الصحف المحلية التي تصدر بالدار البيضاء كان موضوع الاعلان سيارته الالمانية الانيقة التي كان يريد التخلص منها بعد ان رافقته سنين عديدة كان السيد المعاوي متقاعدا في مستهل عقده السابع وكان يعيش برفقة زوجته في الدار البيضاء بعد بضعة ايام من نشره الاعلان عن بيع سيارته اتصل به رجل قال انه يرغب في شراء السيارة تم الاتفاق على اللقاء في اليوم التالي في العاشرة صباحا وكان يوم اربعاء صادف السادس عشر من مايو من العام سبعة والفين في الثامنة صباحا رن جرس باب منزل السيد ادريس الكائن في حي الهناء بالبرنوسي في زنقة عمر سلاوي فتح الباب كان في لباس نومه كان الطارق رجلا بدى في الخمسينيات كان ملتحيا عمم رأسه بالبيض وكان يرتدي جلبابا ابيض بخطوط رمادية كان يبدو رجلا مستقيما بادر الرجل بالاعتذار عن حضوره قبل الموعد وجد السيدريس نفسه في موقف حرج استحيى ان يترك الرجل بالخارج كانت هيئته تبعث على الثقة والاطبئنان طلب منه ان يدخل وينتظر في الصالون ريفما يغير ادريس ملابسه ويرافقه لمعاينة الالمانية الجميلة دخل الرجل تصرف ادريس بما يتلاءم مع الاصالة المغربية اسرع باعداد براد شاي وقدمه للضيف المفاجئ كانت في الصينية حلويات ايضا رفض الرجل ذو العمامة البيضاء ان يتناول كوب شاي او حلوة قال انه صائم في الحقيقة زاد ذلك من ثقة السيدريس فيه واطمأن اليه اكثر هم ادريس بالدخول الى غرفة نومه لتغيير ملابسه في تلك اللحظة بالذات طلب منه الرجل اوراق السيارة حتى يطلع على المعلومات الخاصة بها سلمه اياها اقترح ان يعين السيارة في انتظار ان يغير ادريس ملابسه الرجل صائم ويبدو ورعا ولم يعد هناك ما يثير شكوك السيدريس المتقاعد الهادئ سلم الرجل مفتاح السيارة قال له انها المانية بيضاء انيقة تبسم ذو العمامة البيضاء ثم هم بالخروج وهو عند الباب طلب من السيدريس ان يأتيه بحقيبته حين يلحق به في موقف السيارات وقتها فقط لاحظ سيدريس ان الرجل ترك في الصالون حقيبته اليدوية السوداء فزادت ثقته بالرجل الذي اختفى وراء الباب دخل ادريس مسرعا الى غرفة نومه غير ملابسه ثم خرج الى موقف السيارات كان مستعجلا اللحاق بالرجل ونسي ان يصحب الحقيبة لما وصل الى موقف السيارات لم يجد شيئا اختفى الرجل الملتحي ذو العمامة البيضاء واختفت السيارة لم يرغب سيدريس في مجارات الظنون قال في نفسه ان الرجل ربما اراد ان يجرب السيارة وانه لن يلبث ان يعود مرت ثقيلة الدقائق بعد نصف ساعة من الانتظار قرر ادريس العودة الى بيته لينظر في امر الحقيبة التي خلفها الرجل هناك لما اخذها كان وزنها خفيفا بشكل مريب لما فتحها لم يكن بها سوى بضع صحف قديمة اصفر لون ورقها حينها علم السيدريس المعاوي انه ذهب ضحية نصب واهتيال ومع ذلك فانه لا يكاد يصدق ان الرجل ذا العمامة البيضاء الملتحي الصائم انما طرق بابه ليسرق منه المانيته البيضاء الانيقة كان السيدريس قد اشترى تلك السيارة منذ عشرة اعوام وكانت له معها ذكريات جميلة كان كثيرا ما يردد انها لم تتخلى عنه يوما عاد ادريس لموقف السيارات نظر طويلا الى المكان الذي كانت تربض فيه الالمانية البيضاء مرت ساعتان الان بعد ان اختفى ذو العمامة البيضاء ومعه السيارة وان للسيدريس ان يتحرك كانت الساعة تشير الى العاشرة والنصف من صباح ذلك الاربعاء عندما تقدم الى مفوضية الشرطة في حيسد البرنوسي كان يحمل الحقيبة التي خلفها الملتحي ذو العمامة البيضاء حكى ما تعرض له للعميد رئيس الدائرة الذي سجل شكاية ضد مجهول من اجل سرقة سيارة تمت احالة الملف على مصلحة الشرطة القضائية لمتابعة البحث وطلب من السيد ادريس المعاوي ان يتقدم امام العميد الممتاز رحال المرتضى رئيس الفرقة الجنائية الاولى بغرض الادلاء بمزيد من المعلومات حول النصاب بعد يومين كان السيدريس يحكي للعميد الممتاز تفاصيل قصته مع الرجل الذي سرق منه سيارته الالمانية كان العميد ممتاز رحال المرتضى يسغي الى اقوال الرجل كان المتقاعد يصف بهدوء كيف وصل الرجل ويقدم اوصافه كانت تلك الاوصاف تنطبق تماما مع ما سبق ان سمعه العميد من اشخاص اخرين تعرضوا لعملية نصب وسرقت منهم سياراتهم لاحظ العميد فضلا عن تطابق الاوصاف التي قدمها السيدريس لذلك الشخص مع تلك التي قدمها باقي الذين ابلغوا عن سرقة سياراتهم لاحظ ان كل السيارات التي سرقت هي سيارات المانية الصنع كما ان في جملة ما لاحظه ان سنوات صنعها متقاربة كان الاقوى بين الاحتمالات ان تكون سيارة السيدريس الجميلة قد الى ما الى سيارات اخرى مشابهة لها كانت مأساوية نهاياتها اذ بيعت قطعا مفككة في سوق خردة السيارات كان الرجل الملتحي الذي يعتمر عمامة بيضاء ويدعي الورع والتقوى قد تحول الى لغز يحير الباحثين كانت عمليات سرقات السيارات الالمانية الصنع قد كثرت في تلك الفترة ولم تمكن الابحاث حتى ذلك الربيع ربيع العام سبع والفين من القبض على هذا الذي يتخذ من اللحية والصيام والعمامة البيضاء قناعا يجعل ضحاياه يثقون فيه قبل ان تفاجئهم حقيقة النصاب الكامن وراء ذلك القناع عاد السيدريس المعاوي الى منزله يجتر الام فراق سياراته الجميلة بالنسبة للعميد الممتاز رحال المرتضى فان الذي تلقاه من السيد دريس المعاوي يرسخ لديه قناعة مؤداها ان الشكايات التي تلقتها مصلحته تتعلق بشخص واحد متخصص في سرقة تلك السيارات الالمانية الصنع كانت السنوات الطوال التي قضاها العميد الممتاز رحال في الدار البيضاء وعمله في مجال شرطة القضائية من الامور التي اتاحت له ان يقيم شبكة من العلاقات ضمنها مخبرون ومتعاونون في مجالات شتى ومنها ميدان خردة السيارات حيث تباع مفككة الاجزاء والقطع المستعملة للسيارات وقد ارتأ العميد القيام بمحاولة اختراق حقيقية وفي العمق لتلك السوق التي تنشط بشكل خاص في المدن الكبرى في طالعتها مدينة الدار البيضاء عالم خردة السيارات عالم قائم الذات لا يملك مفاتيحه الا كبار التجار ومن يحظون بثقتهم وكثيرا ما وجدت به قطع غيار تفتقدها خزائن المحلات التي تمثل مصنعي السيارات في حالات عدة يكون مصدر تلك القطع غير واضح تماما في الحقيقة لم يكن للعميد الممتاز رحال المرتدى مخبرين يستطيع الاعتماد عليهم في اختراق ذلك العالم ولكنه كان يعرف احد تجار خردة السيارات في الدار البيضاء كان سبق ان اسدى له خدمة اذ لم يضعه رهن الحراسة بعد ان تورط في قضية دفع شيكات بدون رصيد وساعده في الخروج من المشكلة كان العميد يتوق الى ان يبادله التاجر خدمة بخدمته السابقة طلب منه ان يمده بمعلومات حول شبكة تخصصت في عرض قطع سيارات المانية بعينها للبيع وحتى يسهل عليه الامر فانه وجهه للبحث على ابواب لاحدى تلك السيارات كانت العلامة المميزة لها انها بيضاء ولكن لونها الاصلي كان اسود وان اثارا للون الاصلي ظلت موجودة في الاجزاء الداخلية لتلك الابواب كانت تلك الخطوة بداية الطريق ومنطلقا لاقتفاء اثر ذي العمامة البيضاء لم يكن لسيد ادريس المعاوي ان يشك لحظة واحدة في حسن طوية ذلك الرجل الملتحي ذي العمامة البيضاء الذي طرق بابه صباح السادس عشر من مايو من العام سبعة والفين صحيح ان الرجل جاء قبل الموعد بما يقرب من الساعتين ولكنه اعتذر ثم انه كان صائما فيما قال كل تلك التفاصيل لم تكن تترك لسيد ادريس مجالا للشك ولو لحظة في ان الرجل الورع الذي جاء يشتري منه سيارته الالمانية الانيقة انما هو نصاب الان وقد اختفى الرجل ومعه السيارة التي رافقت سيدريس عقدا كاملا تختلف الصورة لدى هذا المتقاعد الهادئ الطبع الشكاية التي تقدم بها سيدريس المعاوي لدى مفوضية الشرطة في حي سيد البرنوسي والتي سجلت ضد مجهول استرعت اهتمام العميد الممتاز رحال المرتضى رئيس الفرقة الجنائية الاولى فالمعلومات التي ادلى بها السيد ادريس المعاوي حول الشخص الذي سرق منه سيارته تتقاطع الى حد التطابق مع معلومات ادلى بها ضحايا اخرون سرقت منهم سياراتهم لاحظ العميد الممتاز ان لتلك القضايا قواسم مشتركة عدة في جملتها اوصاف النصاب الذي في كل الحالات كان رجلا ملتحيا يضع عمامة بيضاء على رأسه وفي حالات كثيرة ادعى انه صائم استنتج العميد الممتاز رحال المرتضى ان الارجح ان يكون النصاب شخصا واحدا وانه كان يتصيد بحاياه من خلال الاعلانات المنشورة في بعض الصحف في كثير من الحالات كان الاعلان مرفوقا برقم هاتفي يتصل بصاحبه يحدد معه موعدا لمعاينة السيارة ثم يحدث الذي حدث تماما لسيد ادريس المعاوي ملاحظة اخرى سجلها العميد الممتاز رئيس الفرقة الجنائية الاولى وهي ان النصاب المتلفع بلفاع الورع والتقوى كان متخصصا في سيارات المانية الصنع من صنف معين هو صنف الالمانية الانيقة التي كان يملكها السيدريس السنوات الطوال التي قضاها العميد الممتاز في الدهر البيضاء وعمله في مجال الشرطة القضائية جعلته يبني شبكة علاقات ضمنها مخبرون ومتعاونون في مجالات شتى وبالرغم من انه يتوفر على بعض المتعاونين في عالم خردة السيارات فانه كان يعلم انهم لا يستطيعون النفاذ الى الدائرة التي يتمركز فيها المتحكمون في تلك السوق تذكر احد اولئك التجار الكبار في سوق خردة السيارات كان رجلا تورط في قضية شيكات بدون رصيد وكان العميد الممتاز قد اسدى له خدمة اذ مكنه من ان يحل مشكلته مع من دفع له مشيكات دون ان يضعه رهن الاعتقال ظن العميد ان اللحظة قد انت ليبادله خدمة بالخدمة التي اسداها له في السابق اتصل العميد المرتدى بصاحبه وطلب منه ان يساعده في الوصول الى اطراف شبكة بيع اجزاء السيارات المستعملة التي تزود سوق الخردة في الدار البيضاء وحتى يسهل عليه الامر فانه حدد له غرضه قال له انه يريد رصد ابواب سيارة المانية الصنع واوضح له انها بيضاء غير ان الجوانب الداخلية منها احتفظت باللون الاصلي للسيارة وهو الاسود وعد العميد صاحبه بانه لن يدرج اسمه في القضية التي يشتغل عليها وكان ذلك مما طمأن التاجر بعد بضعة ايام رن الهاتف الشخصي للعميد الممتاز كان التاجر هو المتصل وقد ابلغ العميد بان احد كبار مزودي السوق باجزاء السيارات الالمانية المستعملة من العلامة المقصودة قد حل قادما من اوروبا ومعه محركات وابواب سيارات من الصنف الذي يهم البحث الاهم فيما ابلغ به التاجر ان في جملة الابواب التي جاء بها التاجر الابواب المقصودة بالبحث اربع ابواب بيضاء يبدو لونها الاصلي الاسود في اجزائها الخلفية بدل العميد المرتضى ان تلك المعلومات قد تمكن من التعجيل بالوصول الى النصاب ولكنه بحكم الخبرة التي اكتسبها لم يشأ ان يستعجل الامور خاصة ان التاجر استبعد ان يكون الرجل الذي يزود السوق من اللصوص لانه معروف لدى التجار بانه تخصص منذ سنوات في استقدام ما يبيعه من اجزاء سيارات مستعملة من بلدان اوروبية عدة كان رجلا خمسينيا ينحدر من طنجا امر العميد احد الضباط حديث في التخرج من المعهد الملك للشرطة ان ينتحل صفة مصلح هياكل السيارات وان يذهب الى سوق خردة السيارات ليطلع عن كثب على تلك الابواب طلب منه العميد ان يهم صاحب السلعة بانه يريد شراء الابواب الاربع كان اختيار العميد صائبا فالضابط لم يكن معروفا وكذلك تسند تيقن من ان تلك الابواب تعود الى سيارة السيدريس المعاوي تظاهر الضابط بعدم التوصل الى اتفاق مع التاجر وعاد الى العميد يحمل كل المعلومات حول تلك الابواب ومنها ان قفل احدى البابين الاماميتين لم ينزع منها تذكر العميد ان السيدريس المعاوي كان قد ابلغه بان كل ما بقي له من المانيته البيضاء الانيقة نسخة من مفتاحها اتصل العميد بالرجل وطلب منه ان يحضر سريعا نسخة المفتاح وما ان تسلمه العميد حتى اعطاه احد المفتشين وطلب منه ان يتوجه الى محل تاجر خردة السيارات يعرض الابواب الاربع للبيع كان اسمه عبدالرحمن المخلوف تظهر المفتش بانه يفحص تلك الابواب اخرج المفتاح من جيبه وادخله في القفل كانت المفاجأة فقد كان المفتاح مفتاح تلك الباب صار العميد متأكدا الان من ان الابواب التي تم رصدها هي ابواب السيارة التي سرقت من السيد دريس المعاوي في السادس عشر من مايو من العام سبعة والفين عقد اجتماعا لمساعديه وابلغهم بعملية ظاهرها حملة في سوق خردة السيارات غرضها التثبت من الوثائق التي تخص المعروضة من قطع الغيار واجزاء السيارات المستعملة لما وصل العميد الى محل التاجر عبدالرحمن المخلوف قام بالتدقيق في الفاتورات وقد تبين له ان الابواب الاربع المقصودة تم شراؤها من بائع خردة معروف في طانجة اسمه الحج عمر المرصود تم ايفاد فريق تحقيق الى طانجة واقيمت مراقبة خفية لمحل عبدالرحمن المخلوف في طانجة تقدم الفريق القادم من الدار البيضاء الى ولاية امن المدينة للحصول على المساعدة والبحث في سجل الشخص المقصود بالبحث لم يكن صعبا الاهتداء الى تاجر الخردة الحج عمر المرصود كان معروفا بانه يجول في عدة بلدان اوروبية يشتري قطع الغيار واجزاء السيارات المستعملة بشكل اساسي الالمانية الصنع ويدخلها الى المغرب بطرق قانونية عدى ذلك عرف عن الحاج عمر انه يشتري ايضا قطع الغيار واجزاء السيارات المستعملة من باعة محلي من طانجة ومن المناطق القريبة منها لاحظ الباحثون ان الحاج عمر كان قد دأب على تسجيل كل ما يشتريه من باعة محليين في سجل خاص ولم يمكن تفحص ذلك السجل من العثور على اثر للابواب الاربع ولما سئل عنها قال انه اشتراها محليا من عند تاجر اسمه عبدالقادر الراس يأتي من اسبانيا من حين لاخر وله اقامة ايضا في العرائش يبدو ان حل اللغز لا يوجد في طنجر انتقل الباحثون الى العرائش قصدوا محل المدعو عبدالقادر الراس بعد ان مروا عن طريق مفوضية الامن المركزية المحلية من حسن حظهم ان الرجل كان موجودا فقد قدم من اسبانيا قبل بضعة اسابيع سئل الراس عن ابواب السيارة الاربع رد التاجر انه اشترى السيارة كاملة من مالكها المدعو عثمان العدالي وقد علم منه انه اشتراها من الدار البيضاء قال التاجر انه قام بتفكيك السيارة وباع اجزاء منها ضمنها الابواب الى تاجر الخردة التنجاوي الحج عمر المرصود كان طبيعيا ان يتم حجز ما تبقى من اجزاء سيارة دريس المعاوي وان يتم توقيف التاجر عبدالقادر الراس علم المحققون منها ان عثمان العدالي الذي باعه السيارة الالمانية الصنع شخص معروف لديه انه يلتقيه كل يوم عند صلاة المغرب في مسجد النور قبيل ان يرفع اذان صلاة المغرب اقتيد الى ذلك المسجد تاجر الخردة عبدالقادر الراس كان برفقته ضابط شرطة وعنصران من فرقته فضلا عن عنصر من شرطة العرائش لم يطل الانتظار دل الراس بعمامته البيضاء ولحيته المشذبة وجلبابه شخصا لا تخطئه العين رجل في منتصف العمر بهي الطلعة وعليه وقار كذلك بدى ظاهره تقدم منه اثنان من الباحثين وطلب منه اوراق هويته ولكنه باغتهما اذ بدأ يصرخ في وجههما مستنكرا ان يتعرض للاستنطاق في بيت الله كان واضحا انه يريد اثارة الانتباه ولذلك ترجع الباحثان تركه يدخل المسجد ولكن الضابط جعل اعضاء فرقته يتفرقون على كل الابواب بما فيها الباب الذي يدخل منه المؤذن والامام دخل الضابط الى المسجد وتعمد الوقوف بجوار ذي العمامة البيضاء ولما قضيت الصلاة كان صاحبنا من بين اوائل الذين ارادوا الخروج دلف باتجاه الباب الذي يدخل منه الامام ولكن الضابط لحق به وفي الباب وجد مفتش شرطة ينتظره لم تكن امامه فرصة لصرخ كبل واقتيد الى مفوضية الشرطة وبعد استكمال الاجراءات نقل الى الدار البيضاء كشفت الاعترافات التي ادلى بها انه كان يسخر حارس سيارات في درب غلف كان يتولى انتقاء السيارات المرشحة للسرقة وبذريعة اكتظاظ موقف السيارات كان يطلب من اصحابها ان يترك له مفاتيحها حتى يستطيع ركنها وتغيير اماكنها في تلك اللحظة كان الحارس يتولى استنساخ المفاتيح عند صانع مفاتيح له محل غير بعيد كما كان يقوم احيانا بنسخ اوراق السيارة كان يسلم تلك المفاتيح والوثائق الى عثمان العدالي صاحب العمامة البيضاء لقاء الف درهم كذلك كان العدالي يسرق السيارات حين لا تكون امامه فرصة للنصب فيقوم بتفكيكها وبيعها اجزاء وقطعا في الرباط والدار البيضاء وفي طنجة وغيرها تم توقيف حارس السيارات وتم اعتقال صانع المفاتيح الذي لم يكلف نفسه عناء السؤال عن السر وراء استنساخ حارس السيارات كل تلك المفاتيح التحريات التي قادها العميد الممتاز رحال المرتضى استغرقت شهرا كاملا ومكنت من وضع حد لشبكة تخصصت في سرقة السيارات الالمانية وتم تقديم الجناة الى العدالة صباح الخامس والعشرين من يوليوز من العام ثلاثة والفين حطت بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء طائرة قادمة من باريس معظم الذين جاءوا على متن تلك الرحلة من ابناء الجالية المغربية في فرنسا كان ضمن الركاب ايضا عدد من الاجانب الذين جاءوا لقضاء العطلة في المغرب تقدم الوافدون الى شباك الشرطة لختم جوازات سفرهم واتمام اجراءات الدخول الى الاراضي المغربية كان في جملة الذين اصطفوا امام شباك الشرطة رجل اسمه ساميار رايس كان يقف في هدوء وفي يده جواز سفره الفرنسي لم يكن الرجل الذي دخل العقد الرابع من عمره يخفي سعادته وهو يستعد للدخول الى المغرب لم يكن معه احد جاء دور ساميار وتقدم الى الشباك قدم جواز سفره الى الشرطية التي كانت تتولى تنقيط القادمين الى المغرب وفجأة بدت على وجهها علامات المفاجأة ضغطت على الزر وما هي الا ثوان حتى وقف بجانب ساميار رايس شرطيان طلب منه ان يرافقهما الى ادارة الشرطة نظر اليهما مستغربا ولكنهما لم يترك له مجالا للسؤال لما وصل طلب منه ان يدلي بهويته كاملة كان الرجل على يقين تام بان لا مشاكل له مع السلطات ولكنه ما ان ادلى بهويته الكاملة وما ان تم ادخال البيانات الى الحاسوب حتى حدث ما لم يكن يتوقعه ساميار رايس واسمه الحقيقي اسماعيل الريسي مطلوب لدى السلطات المغربية منذ ستة عشر عاما من اجل الاغتصاب الفرحة التي كانت تغمره وهو يقبل على الدخول الى المغرب تحولت الى كابوس كاد يفقد عقله لما علم ان المشتكية هي سلوى الرئيسي شقيقته اوضح له المسؤولون في شرطة مطار محمد الخامس انه تأسيسا على تلك الشكاية التي سجلت قبل ستة عشر عاما يتعين استجوابه حول المنسوب اليه وتقديمه الى الوكيل العام للملك لاتخاذ الاجراءات التي تتلاءم مع طبيعة الافعال المنسوبة اليه احس بالندم يوم غادر المغرب قبل ستة عشر عاما وكان في العشرين غادر اثل خلاف مع شقيقته ومع جده الذي كان قد تولى كفالتهما بعد وفاة والده في حادثة سير وزواج والدته من اخر عادت به الذاكرة الى طفولته حين كان في الخامسة من العمر وكانت سلوى شقيقته في الثالثة عادت به الذاكرة الى يوم وقع الخبر الفاجع على الاسرة يوم مات والده في حادثة سير بعد فترة لا يذكر انها طالت تزوجت والدتهما ومضت لتعيش الى جانب زوجها الجديد تولى الجد الحاج عبدالقادر الرئيسي كفالة حفديه وحرس على تنشئتهما تنشئة قويمة وسوية كان يعمل في تجارة قطع غيار السيارات وكانت توفر له دخلا محترما وبما انه كان قد ترمل منذ بضع سنين فان حفديه اسماعيل وسلوى صار قطب حياته لما بلغ الفتى سن المراهق قربه اليه وصار يعامله معاملة الصديق لصديقه كانت سلوى تكبر وبما انها انثى فلم تجد من يوجهها ويسدي لها النصح في الامور التي تخص الفتيات سوى تلك النساء اللواتي كنا تتعاقبن كخادمات على منزل الحاج عبدالقادر الرئيسي لما بلغت سلوى السادس عشر كانت قد انقطعت عن الدراسة منذ عامين كان انشغال جدها بتجارته وشقيقها بدراسته وراء فراغ كبير كانت تعاني منها دون ان تقوى على البوح بما تقاسيه ارتبطت بشاب كان يعمل في المكتب الوطني لسكك الحديدية كان سائق قطار اسمه سعيد مالو في الواقع كانت مهنته تلك ما ابهر سلوى كانت ترى فيه شابا قويا بالقوة التي للقطار لما توافق على الزواج جاء الشاب يخطبها من جدها لم تكن قد اكملت ربيعها السابع عشر لما استشرها جدها لمس منها قبولا كان للشاب عمل انقار ولم يلحظ الحاج عبدالقادر ما يحول دون تزويجه وقد انفق في حفل زفافها بسخاء اذ حرص على ان ليوفر لها كل ما ترغب فيه فتاة بمناسبة حفل زفافها كانت سلوى تعتقد انها بزواجها ستضع نقطة نهاية للفراغ الذي كانت تعاني منها كذلك كانت تظن ولكنها اصطدمت بواقع اخر وحقائق لم تكن تتصورها بعد حفل الزفاف انطلق العروسان في رحلة شهر العسل قضي بضعة ايام في الراشدية حيث تقيم عائلة العريس وقد المها ذاك الجفاء الذي استقبلت به من قبل اسرة زوجها التي رفضت ايواءهما وهو غرفة في فندق من اسفل قائمة التصنيف انتقل الى طنجة بعد ان امضي بضعة ايام في مراكش في ظروف بعيدة عما حلمت به سلوى لما انتهى شهر العسل انا للعريس ان يذهب بعروسه الى منزلهما كان يحدثها في الايام السابقة عن شقة اكتراها ولم تكن تسأله عن التفاصيل ولم ترافقه يوما اليها وصل عصرا الى الدار البيضاء يومها اكتشفت سلوى ان الشقة التي يتحدث عنها زوجها ليست سوى شقة صغيرة فوق سطح احدى العمارات كانت تتألف من غرفة واحدة ومطبخ صغير بيد ان الحمام مجال مشترك مع باقي المكترين على سطح تلك العمارة القديمة لم يكن يسيرا على سلوى ان تتأقلم مع هذه البيئة الغريبة عنها وقد ازدادت معاناتها بفعل مواقيت عمل زوجها سعيد التي كانت تتغير من عمل في الليل الى غياب عن البيت يومين او ثلاثة يبيت طارة في وجدة واخرى في المحمدية او في فاس لم يعد ينالها من زوجها سوى ليلتين او ثلاث في الاسبوع وتبقى تنتظر ليالي اخرى صارت تعاني وتلعن ذلك اليوم الذي التقت به اضطرت الى ان تعرض نفسها على طبيب متخصص في الامراض النفسية كان الطبيب يحاول ان يقوي لديها الامل في الحياة فهي شابة في مقتبر العمر ولعلها ترزق مولودة او مولودا يملأ حياتها لم يكن جدها يعلم ولم يكن الحاج عبدالقادر الرئيسي يجرؤ على اقتحام حياتها الجديدة ظل الامر على ذلك الحال ولما اشتاق اليها شقيقها اسماعيل ذهب لزيارتها وجدها غارقة في نوم عميق بعد ان تناولت عدة اقراص من مهدئ وصفه لها طبيب للامراض العقلية عاد الشاب الى جده يخبره بما آلت اليه حالة سلوى من تدهور وبالرغم من انه تردد في البداية الا انه لم يهن عليه ان يترك حفيدته فيما هي من بؤس مضى اليها وجاء بها الى بيته حيث خصص لها جناحا قبل ان تغادر تلك الغرفة فوق سطح العمارة تركت لزوجها رسالة تخبره بان جدها خصص لهما جناحا في منزله في الشهور التي تلت بدت الامور وقد استقرت بين سلوى وزوجها ولكن ظروف العمال كانت تضطر سعيد مال الى الغياب عن البيت من جديد تدهورت الحالة النفسانية لسلوى مرت ثلاث سنوات على زواجهما ولم ينجب بالرغم من ان كل الاستشارات الطبية التي قام بها ابعدت احتمال اصابتهما بالعقم كان اسماعيل قد التحق بكلية العلوم بشعبة الرياضيات كان وهو في العشرين يتابع الدراسة في السنة الثانية وكان متفائلا من مستقبله الا ان حادثا اجبره على تحويل الوجهة مساء ذات يوم خرج سعيد مال متوجها الى العمل كان سيقود القطار الى وجدة ولما التحق بالمحطة اخبر بان تغييرا مفاجئا طرأ على برنامج الزملاء ومضوا لتناول بضعة كؤوس في حدود منتصف الليل عاد الى المنزل كانت سلوى قد تناولت كمية من المهدئات وغاصت في نوم عميق في تلك الليلة ضاجعها وفي الصباح الباكر غادر الى العمل وقاد القطار الى وجدة لما افاقت ذعرت لما لمسته من اثر المضاجعة هي تعلم ان زوجها لم يمضي الليل في البيت لم يكن في المنزل سوى شقيقها اسماعيل جاءت الى غرفته تسأله اين امضى الليل رد بانه كان نائما في فراشه كان الشاب يعي الحالة النفسية المتدهورة لشقيقته ولم يكن يتخيل انها ستتهمه بانه اغتصبها ذهل الشاب لما يسمع كانت تقول انه وطئها بينما كانت فاقدة الوعي كانت تصرخ مهض الجد وخرج من غرفته لم يكن يصدق ما يسمع عاد واقفل بابه كانت سلوى مصرة على ان شقيقها اغتصبها طرق باب الجد ولكنه رفض ان يكلمه قال له ارحل غادر اسماعيل البيت وقد وعى ان فصلا جديدا من حياته قد بدأ كان يعي بانه يخطو خطواته الاولى في المجهول التقى زملاء له كانوا يعدون ملفا لطلب منحة لمتابعة الدراسة في فرنسا رأى ان ذلك ربما اتاح له مخرجا مما هو فيه استوفى الشروط وسافر معهم في فرنسا تخصص في الطيران العسكري انقطعت اخباره وانقطعت اخبار الجد والاخت سعى الى قطيعة مع الماضي حصل على الجنسية الفرنسية وغير اسمه من اسماعيل الريس الى ساميال رايس شارك في عدة بعثات عسكرية فرنسية عبر العالم ثم في يوم من ايام العام ثلاثة والفين ادركه الماضي واجتاحه الحنين الى الدار البيضاء واحتضان جده وشقيقته لما عاد خبض عليه في المطار كان اسماعيل يدلي بتفاصيل قصته لضابط الشرطة الذي كلف بالاستماع اليها لم يكن يعلم ان سلوى حملت ووضعت ولدا هو الان في ربيعه السادس عشر كانت شقيقته تزعم ان الولد ثمرة للاغتصاب الذي تعرضت له ولم يكن يعلم ان زوجها سعيد مالو قد طلقها تم تقديم اسماعيل امام نائب الوكيل العام للملك واوضع سجنع كاشا بعد ايام اقتيد الى مكتب الوكيل العام هناك كان حاضرا رجل مسن وامرأة في متوسط العمر ومراهق لم يتعرف اليهم لاحقا سيعلم ان الشيخ انما هو جده وتلك المرأة هي شقيقته سلوى التي تلاحقه قضائيا بتهمة اقتصابها كان اسماعيل مصرا على براءته سعى محاميه الى استدعاء طالق سلوى وطالب باجراء فحص جيني وخذت عينة من دم اسماعيل ومن دم سعد مالو ومن دم اليافع لما مثل الاطراف امام الوكيل العام للملك كانت نتيجة التحليلات المخبرية قد ظهرت طلب من سلوى وجدها وابنها الانتظار خارجا ثم واجههما بالنتيجة قال ان الولد لواحد منكما فاما ان يعترف وانا حددته وفق ما لدي من نتائج التحليل المخبر احمر وجه سعيد مالو ابتل عريقه ثم اعترف بان الولد له حكى عن الذي حدث في تلك الليلة التي عاد فيها الى المنزل لما ضاجع زوجته وهي في نوم عميق كان قد سائم من حالتها النفسية ولما رآها تتهم شقيقها باختصابها ركب الموجة طلقها تخلص منها ادخلت سلوى وجدها وابلغا بنتيجة التحليلات المخبرية وللمرة الاولى منذ اكثر من ستة عشر عاما عنق الحاج عبدالقادر الرئيس حفيده اسماعيل كانت سلوى تبكي غزيرة كانت دموعها لما ارتمت في حضن شقيقها لم يجد اي منهم كلمات تفي بالحاجة وتعبر عن الاعتفار كان سعيد مالو يتابع ما يجري وهو متأطأ الرأس ترجمة نانسي قنقر